النهاردة رئيس المخابرات العامة قام بزيارة إلى مدينة رامالله نقل خلال هذه الزيارة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس تضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصري أمام ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على تكثيف جهدها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية استعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر سيادته المرسومة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات كما وجه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية خلال الزيارة عقد رئيس المخابرات العامة لقاءا مع رئيسي جهاز المخابرات الأردنية والفلسطينية لمناقشة سبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية